طاقم تحكيم مباراة الاهلي وريال مدريد أندرياس ماتونتي ده حكم من أرجوي كسته بقى وحكايته وتعالوا نشوفها ايه بقى مين هو الحكم ده اللي هيدير مباراة النادي الاهلي وريال مدريد يلا بنا طيب ده ده الطاقم أندرياس ماتونتي الحكم من أرجوي مساعد أول نيكولاس تران مرتين سوبي مساعد تاني إيفان بارتون حكم رابع وحكم الفيديو نيكولا جالو ومساعد حكم فيديو خوان سوتو حكم حالات التسلل كسريني نيسبت ومساعد حكم حالات فرناندو جيريرو دول طاقم تحكيم مباراة الاهلي وريال مدريد طيب ايه بقى قصة أندرياس ماتونتي حكم مباراة الاهلي وريال مدريد هو من موليد 30 مارس 1988 بورجوي وبدأ مسيرته التحكيمية في 2017 وتقلض الشارة الدولية عام 2019 خلال مسيرته أدار 169 مباراة بمختلف البطولات التي شارك فيها وأشهر 945 بطاقة صفراء و54 بطاقة حمراء مباشرة و42 بطاقة حمراء بعد انذارين كما احتسب 60 رقلة جزاء أدار مباراة واحدة في كأس العالم 2022 بكتر كانت بين كرواتيا وكندا وأشهر خلالها أربع بطاقات صفراء سبق له الظهور في بطولة كأس العرب بكتر 2021 وأدار ثلاث مباراة بين موريتانيا والإمارات والسعودية والمغرب والإمارات وكتر وأشهر خلال هذه المواجهات 12 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة بعد انذارين أدار مباراة الاتحاد والرائد في الجولة السالسة بالدوري السعودي هذا الموسم وأشهر خلال المباراة خمس بطاقات صفراء منهم واحدة لمدافع المصري أحمد حجازي المحترف بصفوف نادية للاتحاد ده حكم المباراة